في مواصلة للإنجاز الحضاري والإنساني نالت معالي شيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين لثقافة والآثار جائزة المرأة العربية السنوية للعام 2015 في المجال الثقافي والتعليمي حيث تسلمت معاليها الجائزة خلال حفل التكريم الذي أقيم مساء أمس بالعاصمة البريطانية لندن وبهذه المناسبة أكدت معالي شيخ مي أن حصولها على هذه الجائزة الجائزة يعكس الثقة التي تعطيها قيادة مملكة البحرين للمرأة خاصة على صعيد الحفاظ على الأرث التاريخي والإنساني البحريني مشيرة إلى أن المرأة البحرينية التي احتفلت بيومها برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة حاضرة في مختلف المجالات وأن تاريخ البحرين يشهد على دور المرأة البحرينية البارز في كافة المجالات هذا ويقوم على جائزة المرأة العربية السنوية مجلة لندن أريبيا مع غرفة التجارة العربية البريطانية ومجلس سيدات الأعمال العرب وبدعم من عمدة مدينة لندن ويعد حفل الجائزة السنوي واحدا من المناسبات العالمية المرموقة التي تحتفي وتعترف بإنجازات المرأة العربية وتهدف الجائزة إلى تكريم أكثر السيدات العربيات تميزا واللواتي تركنا أثرا إيجابيا على الساحة الإقليمية والدولية والحياة العامة كما وتهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الإنجازات الحاضرة للمرأة العربية وتشجيع سيدات العربيات للعمل على تحقيق المنجز الوطني والارتقاء بالمجتمع تأتي مشاركة البحرين أو تكريم البحرين تكريم حكومتها تكريم شعبها باسم الثقافة الثقافة دائما هي المروج للبحرين والحضارتها وهذه المشاركة نعتز بها ونقدمها لكل سيدة بحرينية أعطت للثقافة وأعطت للوطن الكثير ترجمة نانسي قنقر